اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد مساء الخير الى بيت نوبة وعمواس والقصطل من طبرية حتى النقب مساء الخير من اللد والمثلث مساء الخير من وطن يا وطن مساء الخير من مهد بيت لحم الى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباص وسلفيت مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء مساء الخير للعمال والفلاحين مساء الخير للطلاب للفقراء مساء الخير يا وطن مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في برنامج مساء الخير يا وطن وجولة إخبارية ما سيان ننقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية عبر شبكة وطن الإعلامية معكم في الأعداد والتقديم علي طيطي وفي الإخراج لذاعي محمود معطان وفي الإخراج التلفزيوني والتنصيق محمد الزاغة وبرنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بأبرز عنوينها مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس والخليل وينصبون خياما أسرى سجن عيادة الرملة ينفذون خطوات احتجاجية ردا على نقل أسيرة حماس تعلن المشاركة باجتماعات القاهرة والجهاد الإسلامي ترفض وتشتريط إفراج السلطة عن المقاومين قبل ذلك ورئيس عباس يزور تركيا ويلتقي أردوغان الثلاثاء المقبلة وإلى التفاصيل أعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنا من عائلة صبلبن وأخلت أثاث منزله في عقبة الخلدية في البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد أن استول عليه مستوطنون قبل أسبوعين وأقدم المستوطنون منذ ساعات الصباح الباكر على إخراج أثاث منزل عائلة صبلبن استكمالا لعملية تهويده والاستيلاء عليه كما أجبر صاحب المنزل أو صاحبة المنزل نوار صبلبن وأبنائها ومتضامنين معها على المغادرة من أمام منزل العائلة وأفد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي رأفة صبلبن أحد القاطنين في المنزل المستهدف أثناء تجمع عشرات المتضامنين شرع مستوطنون اليوم بعملية تجريف واسعة واستيطانية في أراضي المواطنين الواقعة بين بلدتي عقربة ومجد البني فاضل جنوب نابلس كما أفد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان داغلس وأشر داغلس إلى أن المستوطنين يسعون للاستيلاء على تلك المنطقة وأنهم سبقوا وقاموا قبل عدة شهور بزراعة أشجار في المنطقة كما ونفذوا عمليات تجريف هناك وفي الخليل أيضا جرفوا مستوطنون أكثر من 15 دنوما في منطقة خلطاها جنوب غرب المدينة ونصبوا خياما فيها بحماية قوات الاحتلال فيما تصدى الأهالي لعشرات المستوطنين الذين وصلوا اليوم إلى كنيسة ودير مار إلياس للروم الكاثوليك الكائنة على جبل الكرمل في مدينة حيفا محاولين مجددا اقتحامها للمرة الثانية خلال أسبوع وفدى شود عيام بأن نحو خمسين مستوطنا وصلوا إلى دير مار إلياس بواسطة حافلات للركاب وحاولوا اقتحام الكنيسة ولكن تصدى لهم عدد من الشبان في تلك المنطقة الذين تواجدوا في المكان وهذه المحاولة الثانية خلال أسبوع لاقتحام المكان المقدس إذ حاولت مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحام الكنيسة يوم الثلاثاء الماضي ومنعهم الشباب من تنفيذ ذلك الاقتحام ترجمة نانسي قنقر وإلى موضوع الأسرة ونفذ أسرة سجن عيادة الرمل اليوم خطوات احتجاجية داخل العيادة احتجاجا على نقل الأسيرتين فاطمة شهين وعضاف جردات وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الخطوات تشمل إغلاق القسم بشكل كامل وإرجاع وجبات الطعام والأدوية وعدم استقبال المحامين فيما دعت هيئة شون الأسرة والمحررين اليوم المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنسوية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات والمضايقات اليومية بحق الأسيرات في السجن الدامون وأوضحت الهيئة وفق لزيارة محاميتها حنان الخطيب لعدد من الأسيرات في السجن أن الواقع الحياتي يزداد سوءا وتعقيدا تحديدا أن الوضع النفسي لعدد منهم أصبح ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية ولا يوجد هناك أي تدخلات من إدارة سجون الاحتلال للتعامل بخصوصية مع الأسيرات المريضات أو تقديم العلاج اللازم والمناسب لهم وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات في سجن الدامون 28 أسيرة إضافة إلى أسيرتين فيما تسمى عيادة سجن الرملة وأسيرتين في أبو كبير ليكون العدد الإجمالي للأسيرات 32 أسيرة فيما تعقد محكمة الاحتلال يوم غد جلسة جديدة للأسير المصاب بسرطان عاصف الرفاعي 21 عاما من رامالله في محكمة عوفر العسكرية وهي جلسة تأتي استمرارا لسلسلة جلسات سابقة عقيدت له مع استمرار اعتقاله ومحاكمته وذكر نادي الأسير أن الاحتلال يواصل اعتقاله ومحاكمته رغم وضعه الصحي الصعب والخطير الذي يمر به حيث يقبع في عيادة سجن الرملة ولفت النادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنقله مقيدا إلى مستشفى أساف هاروفين للعلاج الكيميائي ثم تعيده مجددا إلى سجن الرملة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سواء كانت نقل من سجن إلى آخر أو حتى في داخل السجن وتحديدا في أقسام أو إلى أقسام السجناء الجنائيين هذا يعتبر جزء من عمليات التنفيذ التي تواصل إدارة السجن تنفيذها بحق الأسرع نعم 32 أسيرة داخل سجون الاحتلال يعانينا من ظروف معيشية صعبة وكذلك الحال في فصل الصيف الآن وارتفاع درجات الحرارة لو توضح لنا صعوبة المعيشة للأسيرات داخل سجون الاحتلال أولا على مدار عقود طويلة مارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاحتلال عمليات وسياسات ممنهجة ضد الأسيرات الفلسطينية بشكل عام ولم تتوقف هذه الإجراءات يوما ما وبالتالي استخذت عدة أشكال وأيضا مسارات من عمليات التنفيذ الجزء منها احتجاز الأسيرات في سجن لا تتوفر في أدنى ظروف البيئية أو الصحية المناسبة للأسيرات عادة عن السياسات العامة التي تنفذ أصلا بحق الأسرة بشكل عام وأيضا هي تنفذ بحق الأسيرات وجزء من هذه الإجراءات أول شيء فيما يتعلق في موضوع الإهمال هناك عدد من الأسيرات تعاني من طروف صحية صعبة وهم أيضا بحاجة إلى متابعة صحية وعادة عن ذلك طبعا يضاف إلى ذلك احتجازهم في هذا السجن وهو أيضا من أسوأ السجون التي يحتجز فيها الأسرة وأيضا الأسيرات وبالتالي كل الإجراءات التي تنفذ بحق الأسرة عموما هي تنفذ بحق الأسيرات سواء عمليات التنكيل الاقتحامات التفتيشات العزل النقل المتكرر عادة عن عمليات النقل التي تتم بحق الأسيرات الموقفات عبر عربة البولسطة وتحديدا في هذه الأجواء الصعبة حيث أن هذا العمليات النقل عبر عربة البولسطة كما يصفها الأسرة بأنها عبارة كما يصفها بأنها فرن في الصيف وهي كالثلاجة في الشتاء وبالتالي أيضا هذا جزء بسيط لا ربما من عمليات التنكيل الممنهجة وأسليب أيضا التعذيب الحديث التي لا تفنف فعليا كجزء من تعريق التعذيب المعروف على المستوى الدولي ولكن نحن بالنسبة لنا ننظر إلى كل هذه العمليات المجتمعة بأنها عمليات تعذيب حديث تنفذ بحق الأسرة والأسرة نعم ما يمكن العمل به على مستوى الميدان أو على مستوى مؤسسات الأسرة للضغط على إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين ظروف المعيشية للأسرة داخل سجون الاحتلال أولا ربما نحن في السنوات القليلة الماضية وأيضا خلال هذا العام تحديدا في ضل كثير من المتغيرات والتحولات وتحديات كبيرة تواجه أيضا قضية الأسرة على صعيد عمليات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق وما إلى ذلك نحن اليوم لا نطالب فقط بتحسين ظروف احتجاز لربما هذا المطلب لم يعد يليق لا بنا كمؤسسات ولا حتى كحركة وطنية نحن اليوم نطالب بكل أساس بالعمل على تحرير الأسرة وبالتالي هذا المطلب الأساس وعلى مدار الفترات السادقة وتحديدا مع عملية نفق الحرية نتيجة الارتفاع وثيرة المواجهة بين الأسرة وبين إدارة السجون الأسرة استعادوا بدورهم طبعا النضالي وأيضا تشكيل اللجان الوطنية العامة في السجون وأعادوا بذلك أيضا خطاب الأساسي في قضية الأسرة وهي الحرية وبالتالي نحن اليوم نطالب بالأساس للحركة الوطنية الفلسطينية من أجل استعادة مصار تحرير الأسرة والإفراج عن الأسيرات بشكل فوري نعم دائما نطالب نحن بالإفراج عن جميع الأسيرات والأسرة بشكل عام داخل سجون الاحتلال لذلك نهاية أستاذ أماني رسالتك اليوم في ظل ما تتعرض له الأسيرات داخل سجون الاحتلال والأسرة بشكل عام يعني أولا هي الرسالة التي أفكت عليها في ظل المعطيات يعني أولا ارتفاع وطيرة الأعتقلات عملية التنكيل انتهاج إدارة سجون الاحتلال وأجهزة الاحتلال الكثير من السياسات والأساليب يعني التي تحاول على مدار السنوات القليلة الماضية تحاول من تطوير أدواتها بحيث أنها تصبح أكثر تنكيل بحق الأسرة والأسرات اليوم المطلوب بشكل أساس أن يكون هناك استعادة لمصار تحرير الأسرة بشكل أو بآخر لأننا لا نتحدث اليوم يعني هناك لربما أكثر من 440 أسير لربما أمضوا أكثر من 20 عام ونحن نذكر هنا كل المستمعين بأن هناك أيضا 22 أسير معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أصله بشكل متواصل يضاف لهم 11 أسير أيضا من محررين صفقة أحرارة على رأسهم الأسير القائد نائل البرغوثي والذي أيضا نذكر بأنه أنضى ما يزيد عن 43 عام في سجون الاحتلال نعم نتمنى الإفراج عن جميع الأسيرات والأسرات داخل سجون الاحتلال شكرا لك مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أمان استعراحنا على جميع المعلومات والتفاصيل فيما أعلنت حركة حماس أنها ستشارك في اجتماع الأمناء العاميين المزمع عقده نهاية هذا الشهر في القاهرة بناء على دعوة الرئيس محمود عباس فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي بأنها لن تشارك في هذه الاجتماعات قبل أن تقوم السلطة الفلسطينية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي الذي نظم في قطاع غزة تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية بأن حركة حماس ستشارك باجتماع الأمناء العاميين في القاهرة لتحقيق الوحدة الوطنية من جانبه أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة في تصريح مقتضب بأن حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في اجتماع الأمناء العاميين بالقاهرة نهاية هذا الشهر ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن المعتقلين السياسيين يلتقي رئيس محمود عباس يوم الثلاثاء المقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأوضح سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى أنه ستجري لرئيس عباس مراسم استقبال الرسمية في قصر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة وأضاف أن عباس يجتمع مع الرئيس أردوغان والقيادة التركية في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية ونهاية ننتقل إلى الحالة الجوية هذه الليلة يكون الجو دائفة دافئا في معظم المناطق ورياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج أما يوم غاد يكون الجو شديد الحرارة ولا يترى تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود سبع درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وفي نهاية هذه الجولة تذكير بما جاء فيها من عنوين مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس والخليل وينصبون خياما أسرى سجن عيادة الرملة ينفذون خطوات احتجاجية ردا على نقل أسيرتين حماس تعلن المشاركة باجتماعات القاهرة والجهاد الإسلامي ترفض وتشترط إفراج السلطة عن المقاومين قبل ذلك ورئيس عباس يزور تركيا ويلتقي أردوغان الثلاثة المقبل إلى هنا نكون وإياكم مشاهدين ومستمعين الكرام ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن عبر شبكة وطن الأعلامية كنت معكم في الإعداد والتقديم علي طيطي وفي الإخراج الإذاعي محمود معطان وفي الإخراج التلفزيون والتنصيق محمد الزاغة نهاية الحلقة في أمان الله يا وطن الأنبياء تكامل ويا وطن الزارعين تكامل ويا وطن شهداء تكامل ويا وطن الضائعين تكامل مساء الخير يا وطن مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل مساء نسيم الجليل العليل مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا مساء الخير ليبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان مساء الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقصطل من طبارية حتى النقب مساء الخير من اللد والمثلث مساء الخير من وطن يا وطن مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباص وسلفيت مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء مساء الخير للعمال والفلاحين مساء الخير للطلاب للفقراء مساء الخير يا وطن مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين منتصب على طعمة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كف قصفة زيتوني وعلى كتفين عشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين